قاتلوا حتى اللحظة الأخيرة على هذه الجبال السوداء النائية وسجلوا ملحمة حجور التي لن يغفلها التاريخ كمقاتلي إسبارطا في تلك اللحظة التي خضعت فيها المدن للميليشيا حتى وصلت إلى سواحل خليج عذن جنوبا والأحمر غربا ظلت هذه الجبال عصية عن الانتصار أكثر من خمسين يوما دارت هنا معارك شرسة لكن ما تقوله الشواهد إنه مهما بلغ صمود مقاتلي حجور فمن دون تدخل الجيش الوطني بقواته وأسلحته تكون المعركة خاسرة لكن الجيش لم يتدخل ولم تحرك القيادة السياسية للشرعية ساكنا حتى سقطت بعض المناطق وبدأت الميليشيات تفتك بالمدنيين وتمارس عقابا جماعيا ضد السكان تنكيلا وإعدامات ميدانية وتفجيرا للمنازل ليبادر وزير حقوق الإنسان إلى إعلان حجور منطقة منكوبة وقد بلغ عدد المنازل الذي تم تفخيخها وتفجيرها خلال فترة أكثر من أربعين يوما إلى أربع وعشرين منزل منها ثلاثة عشر منزل تم تفجيرها بعد صمت طويل إذن نطق وزير حقوق الإنسان عن جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوث الإنقلابية بحق المدنيين مناشدا العالمة التدخل لاحتواء هذه المأساة الإنسانية الكارثية نعم تفرض ميليشيات الحوث حصارا محكما على قبائل حجور وترتكب جرائم حرب وإبادة حيث سجلت إثنتان وستون حالة قتل ومئتان وسبع عشرة إصابة بينها سبع عشرة امرأة بينما دمرت الميليشيا ألفا وسبعمائة وتسعة وستين منزلا حتى الآن وأحرقت المزارع واتبعت سياسة التهجير القسري لأهالي سبع وعشرين قرية وبلغ عدد النازحين من الأسر اليمنية أربعة آلاف ومئتين وثمانية وستين شخصا بانكسار حجور ستخضع القبيلة مجددا وتنكسر فكرة المقاومة في مناطق الحوثي وفيما كان مقاتلو حجور يخوضون معركة وجودية كانت الميليشيا تخوض معركة كسر العظم للتهذيب القبائل التي رأت في الكفاح خلاصها من بطش الميليشيا وطغيانها كانت حجور آملا لكسر هيمنة الميليشيا وتحدث الجيش أنه لن يخدل حجور لكنه فعل وتركت حجور وحيلة في مواجهة أنواع الأسلحة الثقيلة التي استخدمها الحوثيون ضدها الشرعية التي لم تحرز حتى اللحظة معركة ناجزة نصبت مقاعد الفرجة والندب ولم تحرك ساكنا ترجمة نانسي قنقر